يوم الساعة الخير ويوم الساعة الجمال على جميع مشاهدي برنامج كلام مهم وحلقة جديدة من برنامجنا معاكم النهاردة ميكملين معاكم النهاردة ان شاء الله موضوع الحلقة اللي فاتت ولي كان بيتكلم عن التوقعات الخاصة بالأبراج لسنة 2020 للأسف وقت الحلقة الموضوع اللي فاتت ما كانش كبير كفاية ان احنا نتكلم عن كل الأبراج اتكلمنا عن أبراج معينة ووصلنا لحد العقرب ميكمل معانا النهاردة ان شاء الله الحلقة بتاعتنا من الحلقة اللي فاتت الدكتورة أميرة عبدالسلام خبيرة الأبراج ومفاسرة الأحلام ازاك يا دكتور اهلا يا حبي منوراني ومنورة الدنيا مرسي دا نورك انت يا حبيتي بجلد ببسط انت موجودة معنا مرسي ربنا يا خليك يا رب حلقاتي كلها صراحة منطرقها على الدنيا ترسلمي لي يا رب واسكندريا كلها بتسلم عليكي كلها بتحبك كده انا بحب شعب سلامة قد كده انا بحب اسكندريا وشعبها كلهم والله العظيم انا دايما بقول اسكندريا دي مع شوقاتي طمعا الحمد لله يا حبي الكلام للمورة اللي فاتت عن الأبراج ولكن وقت الحلقة ما كانتش كبير كفية الناس كديرة بقى قد يقولوا فين البرج بتاعنا احنا ما اسمعنا هو شو بتاقتهم يا جماعة احنا متاملين انه هذا ان شاء الله الجزء التاني من الحلقة توقفنا المورة اللي فاتت عند برج العقرب تمام احنا اتكلمنا عنه ولكن اتكلمنا ديها واحدة خلاص الناس كديرة احنا ما البرج بتاعنا ما اخدش حقه ازاي واتكلمتوا عن كل الأبراج واحنا ما اخدناش غير ديها واحدة فاحنا النهار ده هنبتدي بالعقرب تمام علشان نتكلم فيه قدر المستطاع الناس اللي هتتفرج علينا الوقت برج العقرب يسمعوا بقى ايه اللي هم عايزين يسمعوا كله بقتدي بالعقرب بسم الله يا رحمن رحين احنا كنا قلنا شوية حاجات كده المرة اللي فاتت على صفاته الجميلة السبتة المتوازنة الإنسان العائل الإنسان المحترم اللي ما بيجيش على الأضعف منه برج العقرب من أكبر مميزيته انه هو حد ما بيجيش على الأقل منه عارفة اللي هو عنده ايه العفو عند المقدرة ده برج العقرب ازاي دكتور برجات عند العفو عند المقدرة اه والله احس ان البرج ده دايما اه تحس بيمتقم انا هاخد حق ايه تالت ومتالت اه اه هو من اللي قده من اللي على مستوى لكن لما بيلاقي حد عقل منه مستوى عقليا بقى مديا سنا ما بيجيش عليه سبحانه هو البرج على فكرة هو مش حد كتير عارف عنه الكلام ده برج العقرب بقى المشكلته مشكلته إسا اللي فاتق اللي حصله هو مددق ليه طالع مصدوم من 2019 عنده صدمة انه بداخل كده 2020 مصدوم طب مصدوم ليه مصدوم علشان هو اتخذل كتير قوي زهلم الناس كتير قوي 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 فده اديله حتى رد فعله كان مش حلو فبدأ يعني يبقى فيه خسارة عنده خسارة خسر أشخاص وخسرته أشخاص هو طالع كده طالع من 2019 بالحالة دي لكن خسر أشخاص وخسرته أشخاص وخسرته أشخاص بالضبط خسروا ولكن طبعا برج العقرب ما بينساش لو مش مثلا بيتعلم ولا أنا حاخد بالي بعد كده أنا حعود الفرصة دي أنا حعرف نزغي لا هو مش حالت بغير رفقات خلاص هو كده يعني يعني ايه عشان هو مش مش كتابه يا أو أنت عارفه يعني لو هو مثلا بيعيد نفسه غلطته يعني هو مش مسألة كده هو بيقفل انت فهمها يعني بيقفش خلاص لا أنا مش حالت أنا مش حالت مش حالت بغير حد تاني يعني هو اللي وقعه السنة دي ايه هو مش دبلوماسي مش دبلوماسي كل حاجة حدتها بل الضبط كده حدتها جوه سمع كلمة ممكن أخد أخدها بمحمل خاضع حقيقي فعلا ما بينقش الناس بتوع برج العقرب انت مثلا كنت تتكلمي بحتة وبتفاهيمي مثلا النقطة معايت ليه فهم الموضوع من ناحية تاني خالص ومنظور تاني خالص ويسكت ويسكت ويبقى مقتلع تماما هو انش تقصودي هو انش تقصودي لو هنتقش بحنا او ما نتقش نقفش اسقط اخد قرار بعض يقفل حقيقي كده طبعا ده هو نفسه حيلاقي ان مش هينفع كده 2020 بإذن الله لأ 2020 جاية مع الأبراج المائية مطلوب منكم تواصل يعني عقرب حوت سرطان مطلوب تواصل انتم الدنيا انت مش عايش لوحدك في الدنيا انا عايزة دي نصحتي لكم كل الأبراج المائية انت مش عايش لوحدك في الدنيا بيميرو لايما الحزان ماشي حالو متبق تماعي السرطان وعقرب يعني هم يعني بيغوصوا في الميا ويدخلوا ويقفلوا عن نفسهم وطبعا العقرب بالزيت وياخد بقى انطباع بقى لا ما ينفعش انت حد انت حد زكي جدا انت حد مميز جدا انت حد وافي العقرب تعرفي وافي وضمير بس يعني في بيوكال بيوكال انه هم غدري يعني مرة واحدة ايه غدر بالشخص اللي معي وخلاص بقى خب موقف وغدر وهو بيبقى رد فعلي بس يهو بيبقى رد فعلي مش ممكن ابدا العقرب بيجي كده يلدك من بابل الطاق العقرب كمان غير السرطان السرطان بجلدك كده اللي هو استنى 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 لما يجيله الارصة اه لا العقرب اللي ضغيته واضحة يعني انا انا هلدكك علشان انت عملت فيها كذا يوم كانا سنة كذا ساعة كذا دهما من كتر من احسن مميزاته زكرة عنده زكرة ما شاء الله حديدية ما شاء الله العقرب فهو ما بينسيش ما بينسيش حاجة ابدا ويولد في من اصل من 20 سنة و 7 شهوره 30 يامو ساعتين حصل كذا 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 فهنا النهاردة بيردهالك اهو يعني هو لما جات له الفرصة وبينتقى وبيقولك بيعالنها هو حد مش يعني مش خبيث على فكرة هو دغري دغري جدا 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 ولو انه احيانا طبعا بيبقى هو مش عايز يعرف حد عن نفسه حاجة كتير كتوم غامض غامض فيه غموده هو حبب اللي هو الشخصية الجمانية او اللي هو ايه انا انا قفل على نفسي مش عايز حد يعرف عني حاجة بس هو حب يعرف عني حاجة او طبعا كل حاجة حب بزور انا هعرف عني حاجة لما يعوز لما بيهتم بحاجة لكن هو مش بيهتم بكل حاجة فمش مهم عنده عنده صارة طبعا سنة جميلة جدا هو اكتر من اكتر الابراج شهرة هو فيه طبعا كل برج لو حظ في حاجة السنة دي مفيش برجة مش بحصوص في حاجة شهرة مشاءلا هو من اكتر الابراج شهرة اسمه حيلمع له كيان حيبقى له كارزمة حيبقى له طلع حيبقى له حد مثلا في انتخابات هو الحوت البرجين دول عندهم شهرة اسمه هيبقى مشهور فيه حاجة كده هيعملها حتميزه ان شاء الله برج العقرب وطبعا قلنا ان طبعا ما ينفعش نعيش من غير ناس وما ينفعش نقفل على نفسنا وعنده سنة جميلة جدا جدا ان شاء الله بدأ من من 2019 بدأت عنده تتحسن الامور شوية طبعا هيبقى فيه بعد الوقعات البسيطة الخفيفة في الربيع ثم نرجع تاني من شهر 6 او 7 دنيا تتزبط معنا واخر السنة عنده حاجات جميلة 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 متغيرات في منتهى الجميل وعنده اصفر صغيرة صفر ومش كتير ومش طويل وكل الخير البرج العقرب كل الخير طبنا ناخد تليفون طمام نجمل بعدك بيت الابراج معنا ندا الو انا كنت عايزة تاريخي سبعة وعشرين تمانية ستة وتمانين عايزة اعرف الارتباط والفين وعشرين دي هتبقى عاملة ازاي ايني يا مار وتبعيني هتسمها درواتي من خلال الحلقة شكرا تمانية تمانية عزراء عزراء 27 او 26 حاجة 27 او 8 ده برج العزراء السنين دي العزراء ما شاء الله طبعا احنا تكلمنا عنه وهو عنده هي عايزة تكلم عن الارتباط اه هو عنده احنا نتكلم عنها حتة الارتباط بص moins نتكلم عنها عنده سنة عاطفية سعيدة جدا عنده سنة عاطفية قوية جدا وعنده فرص كتير جدا 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 يمكن أسعد سنة السندي او أكتر فرص عنده السندي للارتباط فان شاء الله فيه ارتباط وارتباط رسمي كان للعزراء الله معنا تلفون تاني بقى معنا حنان ألو ألو سلام عليكم إزاكي حنان إزاكي حبيبي تاني عاملة إيه منورة تاني حبيبي تفندان ربنا يخليك رب أنا عايزة تأل عن حلم رؤيا ما شفتها ممكن لا إحنا النهاردة أبراجية أستاذة حنان إن شاء الله الحلقة الجاية هعملها لك تفسير أحلام طمام إن شاء الله الحلقة الجاية وعيجك بإذن الله شكراً أستاذة حنان جميلة تفسير الأحلام أنا من الحلقة اللي أحبت بها الصراحة بعيش إيه ملعادي بقى طالع معنا الحلقة الجاية إن شاء الله على الهواء بتوعبك وعطي طالع معنا الحلقة الجاية إن شاء الله بإذن الله طيب نخش بقى في برج دايماً متفائل كده وجميل وبيحب الحياة طيب برج الكور إيه كمان داي شوف تي أنا بتجينه مقدمة حالة عشان يغل أقل الكور وممتصفينه في حالة كده كل الولدي ده وأكتر من كده كمان حيث والفرفشة والعناشة والحياة الجميلة والحاجة الحلوة اللي بتبقى في حياتنا برج جميل جداً جداً متفائل جداً جداً حابب الحياة حابب الناس عفوي عفوي مش هقوم بقى أيوب إحنا برون كله كده على بعض وهو يعني عفوي طيب جداً متسامح متسرع مصرف شوية طبعاً القوس ده معروف طبعاً جداً جداً ما يحبش يشوفك زعلانة ويسيبك زعلانة حتى لو هو حزين حنيز وممكن يبقى بحوظنا وانتش رح يسألي عليه حرام مثلاً عنده مشكلة فتلاقيه بيدحكك اللي هو كده بقى حنية طاغية آه طفل فيه طفولة كده جميل جداً جداً بريء عرفها انت ممكن ده ولذلك بيقع في مشاكل اللي هي إيه اللي هي انت بتتكلمي معايا ممكن ياخد برضو كلامك برضو بمحمل آخر بس بقى يغضب ويزعل ويتنقشك ويفتح قلبه حد جميل جداً 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 عفوية جداً صريح جداً بس لدرجة انه احياناً بقى كلامنا ليزع شوية صراحة يعني صراحة مطلقة بيعرفش يغطي بيعرفش يعمل كفر على كلامه هو ده مجي مشكلة القوس مع انه مجامل جداً جداً القوس القوس بقى تحيبها ايه عشان انا عمال اقول لنفسي يا أميرة متكلمش في كواكب بس انا غضب عاني لازم اقايني عشان نشوف بس الدنيا عاملة ايه معانا وايه راح فينو ايه جميل احنا نتكلم فاهم من الناحية العلمية بالضبط من الناحية العلمية عشان نقضب طمعين طبعاً برج القوس طالع من جبيتير جبيتير طالع من عنده اتنين اتناشر راح على برج الجادي اللي هو برج مالو احنا نقول ان شاء الله بإذن الله بشرة لك يا برج القوس اكثر ابراج مالاً مالاً فلوس بقى فلوس يعني الاسد رقم اتنين احنا قلنا الاسد ان شاء الله هانده فلوس بس نمبر وات القوس بلا منازع ولا منافس يعني الاول في الفلوس عارفة لو هجيب جوم من اول دقيقة برج القوس ان شاء الله في اول يعني السنة هو عنده فلوس هو عنده فلوس من مصدرين مصدر غير متعوب فيه او غير يعني مش جهد من الشغل ميلاس يمكن حاجة كده كانت يعني مستفية وزار اه فلوس زوج يعني مش حاجة مش تعبنين فيها طبعاً وفلوس دانيا نتيجة بقى سفرنا نتيجة شغل نتيجة عمل هو شخصي بقى هو عنده فلوس من مصدرين وهم احلاك يقوز طبعاً انجا بتارف يعني فلوس هو بقى ايه ناخد بالنا كويس ايه من النقطة اللي هقولها دي عنده اول خمس شهور في منتال جميل ان شاء الله من اول من عشرين اتنشر حديداً بإذن الله لغاية اواخر مي وكده يعني هتبتدي فيه زعزعات شوية شوية كده في العلاقات مش هنقول في الفلوس بس هو عشان هو عنده مشكلة ان هو مصرف هو مصرف عنده اسراف وزيع في الفلوس هو هيعمل ان شاء الله ان شاء الله هيبع عنده فلوس كويس هيعرف هيعمل كويس انت سندي يا قوس لازم تستغل 2020 استغلها لي علشان قطر بعد كده الجبيتر هيبعد عنك حيروح عند الدلو هيبعد عنك مش هيبعد ادخل بقى انت لو معرفش تعمل حاجة سنديجي مش تعمل حاجة بعد كده ثلاث سندي مش تعمل حاجة بعد كده برج الكوس طبعا احنا قلنا حياخد بالكويس جدا جدا من الفلوس من المصروف هيبع عنده شراكات تقلي بالكويس انتو عشان هيبع عندكو فلوس فممكن حد يقولك ايه تعال شاركني يتمع فيك بقى يتمع فيك لا اخد بالكويس قوي لان هو حد عنده نية حسنة بشكل مش طبيعي بيسلف الناس بيساعد الناس بعد كده بيقود يقول ايه اللي جرالي و ايه اللي حصلي فطبعا ده انت بيجيني نفسك العين وبتجيب نفسك الحسن وبتجيب نفسك كل حاجة لان هو من هو اللي بيبنع عليه قويا يعرف عنده مبدأ اما بنعمة ربيك في حدس بيحدس اه بس هو بيحدس قوي بقى بيحدس بشكله بيحدس من هو بيبقى لابس مجوهرات لابس حاجات غالية راكب معرفش ايه وممكن بقاش معاه غير دول يعني فهماني زي ده مشكلة برج الكوس عشان الناس بقى هتفتكنه يعني تحت الايه القبا شيخ او الاما شيخ اه بفكرينه اه مع ان هو بيبقى مع حاجة بصية تزامتي عنده بقى نجاحات مهنية ما اقولكيش الناس اللي بتشتغل الناس اللي بتبدع وعندها كريات يعني الناس الكرياتف في شغلها اللي هو عندها اتكارات حد اوه مبدع حد اوه عنده اتكارات القوس السنية دي هيبقى محطة انظر الجميع الناس دلوقتي فكريه انه هو هو مفصل عن الناس كتير يعني هو فضل شركات بعيد عن الناس هو عنده دايما يحرام بيتخدع بيفكر ان اللي قدامه ده حاجة بقى واوه ما عرفش بيطلع لكس تماما واللي بيفكر ان هو وحش بيطلع في الاخر حل يعني دي مشكلته بردون من مشكله لازم ينتبه لها عنده خمس شهور حلوة جدا 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 عنده تغيير مهني فضيع زي حاجة كده هيبقى مميز فيها فالناس هتفكر لأ ده هو الواحده مش هيعرف هو لما يسيبنا مش هيعرف لأ هو هيعرف ويبقى أحسن وهيتضموا فيه وحيلقوا القوز ده غير ما كانوا متخيلين خالص 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 كل الخير كل الخير الواحد بيتمنى نخل الناس لا والله ان شاء الله طيب معنا تلفون أستاذة فوقية الو الحاجة فوقية زيك حاجة فوقية الله سلامك يا عسف منوراني والله الله سلامك يا عسف حبيبك ربني خليك ده نورك يا حبيبت قلب اتفضل دمت اللي أمرين منورين عساسة ربني يكرمك يا رب تتلميلي تتلميلي حبيبت تفضل تفضل يا حاجة فوقية حبيبتي أمليكي بقى تاريخ ميلادي تلاتة سبعة تمام تلاتة خمسة تلاتة خمسة سبعة واربعين عينية اللي اتنين حاضر تتسمعينك يا روح قلب حبيبتي نورتي تفضل أجاوب عليها تبصر وتبقى لا هي قالت تلاتة خمسة تلاتة خمسة تور آه صح تلاتة خمسة برج التور طبعا احنا نتكلم Monate اه برج التور برج التور ده عنده شنة سنة فاصلة سنة مميزة جدا 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 بس هو يعني اقرانوس عنده طبعا يعني يعني زم بيخليه عنده شك شوية بيخليه بس إن شاء الله إن شاء الله هو عنده سنة مميزة هو لازم يعمل جهد شوية يحتاج منه مجهود شوية عنده سنة فعلا جميلة جدا من يعني أنه هو الأسعد الأبراج الأبراج الترابية هو برجو ترابي فطبيعي هو عنده حظ مميز جدا جدا السنة دي ان شاء الله خير عليك يا حاجة فوائد ان شاء الله يا ربو ان شاء الله طيب هنخش ببرج بقى برج ده جماعة أول ما هتكلم عليك ده هدي قلوب قلوب كتير قوي 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 كتير برج الجندي برج الجندي برج الجندي من أحلى الأبراج اللي احنا ممكن نشوفها في حياتنا رجالة أو زداد يعني برج الجندي ده يعني دايما أنا بسميه البرج العطاق البرج اللي هو عنده الحنية نزلت كده عليه ها غطته وغطت الناس وفاضت كمان يعني حنين بشكل مش طبيعي يعني بالزبط بالزبط برج الجندي برج الجندي الترابي اللي بياخدنا من السنة للسنة يعني هو باخد سنتين دايما باخد السنة دي والسنة اللي جاية باخد من لانه هو الشمس بتدخل عنده يوم 22 ديسمبر فطبعا احنا ما نسينا نقول لبرج الكوسكول طيبين ان كان هم دلوقتي حاليا عياد شهر يا ميلادهم هنيجي بقى خلاص كده قدامنا حوالي مثلا عشرة ايام وندخل ان شاء الله على برج الجندي الترابي الحكيم الهادي اللي ياخد كراراته كده على مهله اللي هو يديكي كلمة بفكرة حلوة قوي 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 حد ناجح جدا جدا ما عندهش هزار في الشغل ابدا حد منجز جدا 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 حد قد المسئولية جدا 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 بحب قوي امرأة الجندي ست جدعة وشهمة ومليون راجل راجل قويس وكل حيجة بس قوية قوية كشخصية قوية كشخصية وكحد يعني ادارة وكمسئولية مش شخصية قوية اللي هي متسلطة لا 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 خالص عطاقة جدا 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 ان هي بتتحمل مسئوليات كثيرة جدا ما بتشتكيش يعني ما بتشتكيش مش بتحسي بيها اصلا يعني ست جميلة جدا جدا ست عندها احتواء بتحتوي كده احنا دايما انت قلت البرج الحنين البرج اللي طب طب ويعمل مع ان مع ان انت بتشوفي برج الجذي بتحسي ان هو يعني ملامحه جندا حد ايوه حد اه ملامحه حد انت بكشر ليه حقيقي هو مش مكشر مع انه والله بحس ان هما جواهم اطفال بتبقى عايزة صنصال بس مين على وشه ده ترديهم بكلمة على فكرة بس تكون صدقة لانه هو عنده سنصر فضيع هو بيعرف دي ما غشغال بالزبط كده بالزبط كده طبعا برج الجذي مش هقول عن مواصفاته اكتر من كده علشان انا محتاجة اقوله مبروك بجد تعال ايه بعد هانيالك اقوله ماء احلاك يا جدي في 2020 طبعا هم اكيد سموا عن نفسهم انه هم اسعد برج السنة دي والله العظيم هقولك ليه انه هو في الابراج كلها هو اسعد برج نمبر وان في كل بصي بقى احنا قلنا ايه القوز دلوقتي قلنا فلوس اوكي يعني نمر واحد في الفلوس تمام اه اتكلمنا على العقرب قلنا شهرة حيل تمام تمام هنتكلم مع الجدي يقول من كل الاسعد على كل الاسعدة بدون استثناء سنة من اسعد سنين عمرك يا جدي وهقول لي جوبتير كوكب الحظ الاسعد كوكب الحظ الاعلى كوكب الدين الحزوز كوكب التواصل كوكب كل حاجة حلوة جاي مع زحل اللي هو اساسا عنده قريدي بقى له سنتين تمام دول دول الكوكبين في بلوتو كمان عندهم حطي بقى ضيفها لكده ان الشمس تدخلالهم كمان بعد عشر تيام طب كل مجموعة الكواكب دي لما تتدامج مع بعض على خط واحد في برج واحد مع الجدي يحصل ايه؟ تب يحصل انت عارفها جوبتير جوبتير ايه اللي هو مشتري ولا 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 وزحل بيجتمعه كل كم سنة كل 700 سنة لكن هو اصلا عنده سنة مش هتتقرر ان شاء الله بقامر الله تاني غير بعد 36 سنة 36 سنة لما يدخل تاني عنده زوحل او سوري الجوبتير لما يدخل عنده تاني لكن اجتماع الكوكبين دول عنده ده شيء استثنائي شيء رائع 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 الجدي الترابي ما اسعده ما اروعه السنة دي عنده سنة استثنائية بس على كل الاسعادة مش هقدر اقول هيحصل ايه ومش هيحصل ايه اللي هيحصل ده كله بامر الله لكن هو عنده استشفاء هيخف لو عنده مرض هو زعى الناس ده الناس ده الناس كرهته ليه اقسم بالله 30 دول الناس كرهته اوه لان اخلاقياته تغيرت ده الناس جالهم امراض نفسية زوحل بهدلهم يعني زي ما استلمهم من سنتين لكن 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 هقولك يا جدي كمان من قدرة الحاجة من ده من الحاجة الحلوة اللي هتحصل ان زوحل ماشي من عنده نهائيا في 22 مارس ان شاء الله راح اتدله هنقول بقى نعمل ايه في الده المعلم الصور زوحل قبل ما جمشي بيكافئ هو هو المعلم الصور لو انا علمت عليك بما فيك انا علمت انا علمت عليك انا علمت خلوة مكافئة اتنهاية المدة يعمل مد كده فالبوسة الكبيرة دي حزوز 2020 طب اقول ايه اكتر من كده اللي الجدي ممكن ايه اقول له اللو اجاب اختك اه الجدي بقى برج ايه ايه بقى ترابي ترابي مم ما يحبش يسيب اصدقائه من غير ما يديهم شوية حاجات حلوة كده من اللي معاه ولاي كريم كريم طب مين اصدقائه اه ابراج الترابية اللي زيه شو بقى ايوه اللي هما ايه بقى العزراء والتور ما ينفعوش بعض غير بعض لا نتكلم بقى في الحتة دي بقى شوية نزول بقى في الحتة دي شوية اه شمعانا طب اوكي يعني انا هقول ايه تبتعرف يعني مثلا نتكلم عن طوفكو مثلا ترابي مم ترابي يعني احنا دايما بنقول حتى تراب مع المياه اصدقائك طب مع التراب ايه بقى اندماج انسجام حب هما فهمين بقى ده كويس جدا 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 بس على العزراء اللي عبق الأكبر شوية العزراء بقى العائل اللي هو بيحتوي اللي هو اللي اللي بتحمل أكتر اه الجدي عصبي عصبي العزراء باله طويل حد يعني بتحمل أكتر حقيقي فهي لازم او هو لازم يعني العكس شو في بقى هو ولا هي العزراء عليه عليه عبق كبير قوي منه منه يعني ده دي أساسا سنة دي ما شاء الله عنده عنده استشفاء حيبق حد طبيعي هو ما كانش حد طبيعي على فكرة عزرهم يا جماعة ما كانوش حد طبيعي عارفة ايه الظروف المونة خاجت مؤثر عليهم هو كده الظروف اللي تحطوا فيها يعني الناس كل هزعلانة منهم الناس كل هزعلانة منهم الناس كل هزعلانة منهم الجدي ما أسعدوا عنده ارتباط عنده جواز عنده ما كانش بيهتم بالنحية العطفية لا السنة دي حيهتم بنحيبق محب بقى بقى بقولك وروب حيعمل كده عايزي ايه تا الجدي ازاي هو كده السنة دي ما شاء الله الله عليك يا جدي وحيسمع كلمة مبروك عنده مبروك عنده مبروك اتنين انا معرفش في ارتباطه في ايه تاني بس هو عنده مبروك عنده مبروك كل الخير لبروك الجدي إن شاء الله بإسم الله معانا مكلمة معانا مروه ألو أنا كنت بتصد من شوية أنا رقمي اللي هو 27-88 تمام أنا عايزة تسأل عن حاكين هو أنا مفروض إن هي بالرقم اللي هو العزراء بس أنا باخد من أبراد كاني حاجات تانية كتير يعني باخد من الأسد وباخد من الجدي وباخد من الكوس فأنا مش عارفها ده لإيه السبب يعني انتي حاسة إن دي في شخصيتك يعني اه اه وحتى الناس اللي بتتعامل معايا هو انت كذا هو انت كذا لأ أنا كذا فهمها يعني باخد من حاجات من كذا حاجات تانية حاجات 27-88 27-88 كان يوم 4-6 وربع المغرب بجد طب حلو دي حافظة كمان بالدري أنا هي حاضر يا مارو اسمعينا درواتي من خلال التلفزيون رسي هو هي عايزة عارفة عايزة تقول إيه إن هي ممكن كأبروك مثلا تحسن هي مثلا تيجي في النص لها مش عارفة هي أسد ولا ده عقرب اه باخدى واخدى لأن البرج احنا مش برج بس شمسي احنا برج كمان قامري برج طالع برج باطن برج باطن ده حب أتكلم مرة عليه باسم الأم يعني الاسم وحزبة كده معينة واسم الأم وحزبة معينة باسم البرج الباطن ده بيبقى بيبقى له يعني حاجات بقى في روحة نيواتك في شخصيتك انت شخصيتك انت لكن البرج الطالع البرج الطالع يعني هي ممكن يكون البرج الطالع بتاعها ممكن يكون جوزاء لأن هي مولودة بأربع هي لو تعرف بالزبط يعني وقتها الأمر كان فيه أصلا بالزبط بالزبط هنعرف برج الطالع برج الطالع ده مهم جدا جدا لأن ده اللي انتبوعة اللي تاخدوا عنك الناس بتراكوا ازاي دي يا دكتور بحسبة بتبقى حسبات حسبات مثلا أنا مولودة يوم حد ساعة واحدة الدهر مثلا 23 مايو ومثلا سنة كاز كل ده بجمع كل ده وبعرف بالضبط كان القمر فين واعرف برجي هي حسبة كده فلكية لما ندرسها ممكن نبقى نجيب جدول ونعملها ونقولها للناس لما تعرفي برج الطالع بيديكي بقى يعني مع الشخصية يعني بيبقى برج تاني خالص على فكرة فبتحملي صفات الاثنين عشان كده بتحسين صفاتك مختلفة معانا تريفون تاني معانا أستاذة سامية هلو ازاك يا أستاذة سامية الله يخليك الله يسلمك الله يسلمك تفضل الله يخليك ممكن نعرف طريقة 26 26 حاضر 28 بعد إذنك حاضر يا أستاذ سامية تابعينا من الترفيزيون وتاريخ كمان بس هشوف العلاقة بينهم 1-6 و 21 1-6 و 21 حاضر يا أخم هتلفين في صالكي ده سهشوف اي يعني حاضر يا أخم مرسي و 26 بعد إذنك دوت عايزة عارف بس ايه الصحة والشغل يعني كده والزواج حاضر يا أستاذ سامية تابعينا من الترفيزيون شكرا 26 26 جوزاء في آخر مجموعة من الجوزاء فالناس بقى الجوزاء اللي هما العقلين شوي برج الجوزاء السنتي احنا طبعا نتكلمنا برضو عنه وقالنا أنه هو عنده سنة أحسن كتير كتير مش هتبقى أروعة سنة بس أحسن كتير جدا جدا من السنة اللي فاتت لأنه هو يعني هو فالحمد الله يعني 2019 ما كانتش وحشة بنسبة للسنين اللي قبلها لكن 2020 أحسن السحة حنراجع السحة شوية لأنه عنده يعني الجهاز العصبي ممكن يبقى تعبين شوية عنده مرض الضغط يعني ممكن يبقى معارض له فلما يتزبط نفسيته صحيته هتتزبط برج الجوزاء كده برج الجوزاء من فاش يبقى لوحده برج الجوزاء عنده سنة مهنية مهمة جدا 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 نشتغل على نفسه شوية هي بتقول شغل يعني الشغل يعني المهنة هيشتغل كل ما هيدي كل ما هيأخذ لأنها السنة دي كده اسمع حسبك بنفسك تمام إن شاء الله طيب ندخل على البرج اللي بعده برج دايما بيتميز كده بالمثالية ونقوح حد ملتزم وجميل وبيسمع كلام مراته مؤدف وحلو كده تمام يعني فيه صفات حلوة كتير جدا نكلم ندعم برج الدلو العميد المشاكل برج الدلو الهوائي الجميل طيب يعود يعمل حوارات على الدنيا كلهم هتجاري تحور عليه شائي جدا بس برج جميل على فكرة برج بس هو يخبي لما هو يخبي علشان خطر هو عايز بيدي مساحة نفسه مش عايز يدي مساحة الحد يعني ان هو يعرف عنه الحاجة بس على فكرة والله انت لو سألته هيقول على طول هو مش بيبقاص مش خبيس على فكرة هو مش بيبقاص دي غبي بس هو بالك طب انا اقول لي يعني ما فيش داعي يعني برج عميق ولا لا لا على فكرة هو حال طيب جدا جدا ما يعرفش هتجدين للي يفهمه هو برج لطيف وحلو بس عايز حد يفهمه معين ان هو مثلا ممكن اللي فعلا بيشوفه بيديره الانتباع ان هو كادم في نفسه شوية غامض في نفسه هادي لا تحسين بقى شوفيت حتي هادي كده وبسيط ومعرفش ايه وكده هو برج مجامل جدا بحب يجيب هدايا ويجامل ويعزم وحد مش بس مش هقولك يعني كريم قوي بس هو مش حد مش بخيل يحب يعزم يحب يحب دايما يتكلم عن إنجازاته هو فاكر انه عنده إنجازات هو قسم اللي بيعمل مش بيعمل تقصيد هو مش كده في الدنيا ايو يجيو مش كلته برج الدلو السنة دي أنا مش والله يعني يعني عزروني مش عايزة زعلهم بس أنا عايزة أقول لهم إن عندكم طبعا دلوقتي حاليا برج في فينس عندهم طبعا يعني هم دلوقتي في حالة حلوة جدا على الفكرة المفروض يعني هو كان مكتئب مكتئب جدا 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 وحسس كده زي ما تقولين يعني إحبط محبط ليه بقى لأن تحسين نهوت همش يعني إحنا حدش ممكن بيتكلم معينا فين علاقاتنا فين تحبنا فين اجتماعياتنا فين شغلنا كان عنده زي ما تقوليني عارفة إيه وقف حل الدلو كان عنده كده الدلو لأ طبعا إحنا ما جايلك جايلك زحل يعني أنا أسفة ما تفهمونيش غلط مش معنى أقول إن جاي لهم زحل يكتئبوا من شهر ثلاثة نشقرة جاي لهم زحل المعلم الأكبر المعلم الصور معرفة دي ما تكون إيه حد بداخل ياخد رسالة دكتوراه أوكي لكل مجتهد النصيب ما ينفعش إنت تهذر السنة دي وما ينفعش تكسل وما ينفعش تزهق لا تكسل ولا تهذر ولا تزهق يعني هو مفروض إن هو يعمل مجهود كتير مثلا مجهود كبير 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 النص السنة الأولانية عنده مجهود كبير جدا عشان يوصل للحاجة الحلوة بقى القوي اللي جني يجياله شهر الستة وسبعة إن شاء الله بأمر شهر يو برج الجاد برج سوري الدلو عنده خمس شهور أو ست شهور من الشقاء من التعب هد الجدر إنت عندك كنت مش هينفع أبدا أبدا توصله لما تحفر احفر يا دلو احفر علشان قطر إنت تحت الميكروسكوب تحت الأضواء إنت من شهر ثلاثة مصلت عليك الأضواء بتاعت الزحل زحل جاي يديك شهادة تقدير بس فيه في الآخر جاي دلوقتي يقولك خد بالك التزم اشتغل أنا شايفك أنا برأبك أنا عارزة يكون فيه امتحان وفيه مرائب ورايا ده الزحل لهو لو أنا غشيت ولو أنا نمت ولما مش هي خلاص مش هي مش هيكمل فيه كنز مستنيك إن شاء الله آخر السنة لأن فيه جوبيتر الداخل وشهر 12 2020 إن شاء الله وتلاقي السنة جاية بإذن الله بأمر الله 21 حيكون الدلو أسعد أسعد برج في الأبراغ فلازم نأسس من السنة دي عنده ست شهور شغل ست شهور راحة بقى وفن وكده حيبقى عنده حابة فلوس كده يعملهم هتلعايز يسرفهم لأ ما ينفعش إحنا عزين نأسس علشان مستقبلنا علشان أنت عندك سنة مهمة فارقة فارقة جدا 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 عنده ناس كتير حيعرفهم حيعرفهم عن طريق سفر هيحدى اللقاءات دائرة المعارف بتاعته هيعرف مراكز كبيرة إن شاء الله عنده حاجات وكيسة جدا بس مطلوب منه جهد كبير قوي 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 علشان خاطر وهو عنده كمان سنة عاطفية هيلة هيلة إن شاء الله لأن فينس هيبقى في الجوزاء صديقه من أربع شهور من شهر أربع شهر شهر تمانية فكل الأبراج الهوائية عندها كده من عرفة كده انتجام عاطف إن شاء الله حلو جميل قوي قوي يا دلو بس هناخد بالنا عشان إحنا جايرنا تضحى تقفل في الأول وبعد كده إن شاء الله بإذن الله هتفتح معاك بقى الخير كله بإذن الله طيب معنا مروة تريفون ألو السلام عليكم إزاكي مروة السلام عليكم وعاكم السلام عليكم وإزاكي مروة الحمد لله زي حضرت الحمد لله هبتتفضل الحمد لله تفضل سؤالي كمعان تريف من هذه 15-11-85 15-11-85 حاضر يا مار عن العمل والارتباط كنت عايزة حاضر واخوية 13-98 13 98 شكرا يا مار برسي 15-11-11 طبعا ده حنقول إنه هو برج العقرب العقرب طبعا إحنا لست حالا دلوقتي متكلمين عنه كلمنا عن العقرب إرتباط لا فيه عنده فرص للارتباط اللي عنده فرص كويسة جدا للارتباط ولو هو قريدي مرتبط هو عنده سلام يعني هي سنة سلام عنده زي برج الحود كده الأبراج المائية عندها سلام داخلي وعندها انتجام ففي الارتباط ما يقلقش ما يقلقش بس ينطقي بس ينطقي إن شاء الله تمشي بخير بإذن الله وكانت نتسأل على 13 13 برج الميزان جميل احنا اتكلمنا عنه اكلمنا عنه عشان وقت الحلقة بق معلش أي حد ما شفش مثلا البراج اللي احنا بنتكلم فيه دروارت احنا الحلقة الفاتت اتكلمنا عن أبراج كتيرة جدا اتكلمنا عن برج الحمل اتكلمنا عن الطور اتكلمنا عن الصراطة اتكلمنا عن العزراء اتكلمنا عن الأسد أي حد يعني ما شفش الأبراج دي الحلقة دي احنا فيه موجودة ا froze yeah على اليوتيوب يقدر يكتب كلمة كلام مهم مع الألمية مونيكا موحيدين هيلقي إن شاء الله بإذن الله الحلقة اللي فاتت اتفرجوا بقى عليها برحكم وكمان هي الحلقة متقطعة جاهزة يعني إن شاء الله بإذن الله طيب إحنا معينا حسن عاتريفون ألو أستاذ حسن ألو إزاك يا أستاذ حسن أهل فاندي إزاك حضرتك الحمد لله فاندي معلش كنت أقول لحضرتك 13-19-19 13-19 والمدام 23-9-89 22-9 حاضر شكرا يا أستاذ حسن برسيد طيب أعيز دي سأل دراتي على 13-23-9 9 تعزراء 23 لا خلاص دخلنا في ميزان ميزان وعقرب مع بعض طبعا برجنا دايما نبور بعض تحسي إن هما مش المفروض يعني إن هما فيه تنافر شوية بينهم الميزان والعقرب الميزان والعقرب يعني ممكن موما مش أصلا حد هيدي وحسس قوي 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 وحد جد قوي وكده يعني عارفة فهو لا طبعا بس هقولك على حاجة البرجين حسسين جدا العقرب يعني لو بس يهدى شوية الميزاني جماعة ما ينفعش حد يقوله كلام جارح ما ينفعش حد يقعد كل شوية ينتقده هو السنة ينتحب انتقادات يعني حد برضو كان قبل كيب يسأل على الميزان انتقادات 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 حرام كده يعني سبوهم بقى عشان الميزان تتعب بجد حقيقي يتعب درجة أنا ممكن ثقته في نفسه تتهزي السنة دي مطلوب منه هو يعزي تثقته بنفسه فما حدش ينتقده فالعقرب نوصي العقرب على الميزان بس كده طيب معينا امه اروه التسأل السلام عليكم اي امه اروه ازايك السلام عليكم اخيكم صراحة ركاته ازاي امه اروه ممكن اسأل على برجة 24 واحد 24 واحد حاضر اه دي انا و24 ده زوجي 24 ماشي اروه في حال تاني وبنتي 15 ستة 15 ستة بس ينسو صغنونة يعني اتسأل على برجة ينسو صغنطوطة اه وابني 27 27 حاضر تابعينا يا امه اروه مرسيل اتصالك اوكي احنا هنرد عليهم هنرد عليهم بس اخياني الاول نخلص برج تي را را ايه بس يا جماعة برج ده الصراحة بس لازم اعمل يعني حتى كده عارفهم من الرومانسية هنتكلم عن برج الحوت يعني ملك الرومانسية طبعا ملك الاحساس طبعا ملك الحب قلوب بقى كثير برضا برج الحوت برج مائي اخر طبعا الابرج المائية في السنة الفلاكية برج الحوت ده حاجة كده ايه يعني مميزة تحس ان هو حد مميز مفيش زيه اتنين تلاتة يعني تلاتة وانت عرفيه على طول طبعا احنا قلنا هو برج يعرفه ازاي بقى بيعرفه ازاي ان هو ايه حد ايه تلاقيه مقابلته حلوة حنين كده في نفسه حنين خادي حنين خادي معندوش عي مشكلة ايه هنروح هنا ماشي يقولك حاضر يجي من هنا ماشي مريح مريح مشكلة لتشوفيه حبيبتي بس اللي عايزه بيعمله ايه بالضبط كده ولما بيزعل بيغوص ويبقى الوحده وبقى مكتئب عندو عالم تاني عندو عالم اخر البرج الحوت عيش عالم وعالم عالم مع الناس وعالم لوحده خيالي وزع بقى ل ازاي تخيال بقى من الافلام مع نفسه بقى ما ازاي برج الحوت برج الحوت برج عارفها اللي هو ايه اللي بيعمل من لا شيء شيء يعني في حاجة مثلا عندك بلوزة مثلا مش نفعة مش نفعة خالص يقولك لا ده ممكن اعمل فيها كذا وكذا 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 وغيرها ويهت عارفة لو ايه يعمل من في سيخ شرباط دايما بيقوله هو ده برج الحوت برج الحوت برج الحوت بيعمل كده شاطر جدا 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 متمرس هو المشكلته ان هو مش مكتشف ده نفسه مش عارف ان هو عنده كل الحاجات دي لان هو عنده زي ما تقول ايه يعني دايما ايه ربطينه في ساقية وعملين ماشيين بيه هو حد معتق جدا حد حنين على الكل من فش لو هو مثلا مثلا ام مثلا ابنها جا ما حضرت لهش العاشة ممكن طهد عيانة وضميرها يقنبها يومين ثلاثة الحوت السنية يقول لا ستوب انا عايش دايما عيشني هياخد موقف هياخد موقف هيبقى عنده ثقة في نفسه جدا هيعيش بقى لنفسه لما الحوت هيعيشني نفسه هيبقى حاجة مختلفة تماما هيكتشف مواهب جديدة الحوت لازم يهد الجدار اللي بينه يعني العالم الافتراضي اللي هو عايش فيه وان الناس كلها حلوة والناس جميلة والناس معرفش ايه وكده هو مش يعني هو كان زعلان علشان هو ما بيتقدر يعني وحاسس ان هو ما بيتقدرش يعني هو مشكلته نعم حاسس ان هو مش بيتقدر اسمعوا نصايح دي جماعة شانصايح دي مهمة جدا والله العظيم هتفكوا جدا جدا لان اي حد في الدنيا لما بيسمع نصيحة بيلعب بيها على نفسه لما بيسمع نفسه بيحس عاية ان هو اه لأ خلاص انا اتغيرت انا خلاص انا لو كدت كده زمانة انا دلوقتي ما بقيتش كده انا حتيت اتغير والعب على نفسي وبقى احسن ان شاء الله بإذن الله كمان ببشره كمان الحوت عنده صديق العمر جير حتى لو هو عنده مية سنة فيه صديق السنة ان شاء الله هيتعرف عليه هيرجع له من الماضي عنده حاجات كده راجع من الماضي كتير قوي الحوت حبيب من الماضي زوج من الماضي صديق من الماضي ممكن صديق جديد هو عنده صديق العمر هو يعني مش خسر ناس هو بعد يعني هو ما بيخسرش حد على فكرة هو حد دبلوماسي وجميل جدا 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 وما بيخسر وما يحبش يزعل حد لكن طبعا هو علشان مش بيصرح يعني بيقفل برضو على نفسه ويبقى أعيش كده في ملكوت تاني احنا بنقوله تخلي تخلي أو تخلى عن عالمك الافترادي والخيالي وانزل عيش على أرض الواقع لأنه عنده حاجات حلوة عنده مشاريع خاصة عنده شراكات عنده برضو سنة مادية معقولة جدا 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 عنده انتقال انتقال بقى مرحلة انتقال بيت انتقال من مثلا جواز سفر سفر عنده كمان في حد جديد داخل بالأسرة ياما نسب ياما بابي يعني احنا قلنا قبل كده للعزراء برضو نفس الحكاية الحوت برضو في حد جديد داخل العيلة في نسب في كمان احنا قلنا من برجين المشهورين العقرب والحوت يبقى عنده شهرة لو مثلا عاد داخل الانتخابات حاد داخل على لجان على حاجة كده اسمها يالمع اسمها يالمع يبقى نجم كده الحوت السندي انت نجم ان شاء الله حيبقى له مواقف كده حلوة الناس حتشاور عليه هو ده اللي عمل كذا 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 هو ده اللي معرفش ايه ده برج الحوت السندي عنده شهرة جميلة جدا 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 عنده تعويض عنده أصدقاء جديدة حد عامه لو عنده حيجاوز حيجاوز حد غني يعني عنده ارتباط مع فلوس يجي الفلوس جاية مع جوازين شوف بقى موجودة دلواني برج الحوت السندي مميزة جدا انا بقى له كتير كان مش بتهم يعني برضو زي ده اللي اللي هو أنا ماركونا وراء على جنب في ايه عنده كدراته هيكتشف كدراته هيكتشف فيه حاجات ما جانتش موجودة هو رفسها ما يعرفش ما يعرفهاش عن نفسه بالزبط كده على فكرة ده اللي الحوت شبه بعد قوي السندي السندي هما الاتنين عندهم حاجات برج الدلو لما زوحة ليه يدخل عنده هيطلع له كدرات مش عنده هيقوله تعالى خد منهج كبير بتعلمه هيتعلمه فهما الحوت والدلو السندي ما شاء الله عليهم هيكتشفوا شخصية جديدة في نفسهم اول حاجة هيكتشفها الدلو السندي كمان ثقته بنفسه اول حاجة هيكتشفها الحوت ثقته بنفسه هيعرف انه هو حاجة كبيرة ايه دا انا كان كل دا مدفون فيه اه هو دا برج الحوت مشهور مشهور يا حوت ان شاء الله معنا نورهان هلو هلو سيدناك شوية عطر فون ازايك نورهان عامل ايه لا ما فيش موسكيلا الحمد لله خبرك ايه الله يخلي حضرتك ربنا يخلي كده نورك اكلم ايه معي نورهان حدي طبعا حبيبت قلبي قد من جروب عندي نورهان جميلة حبيبت قلبي اهلا يا نور سمعت برج الجدي اهلا بحضرت سمعت برج الجدي هو احنا مجمعين تقريبا يعني العيلة كلها عندنا اتنين جدي في البيت واحد سرطان واحد سور واحد دلو فيه عقرب فيه جوزات فيه حمل فالجنيا كلها عندنا ماشاء الله مزهود دا فيه عيلة بتصوارج الحمد لله الخير لكم يا رب وكلكو يا نورهان الله يخلي حضرك وانا حب اشكر بس طنت اميرة جدا حلوب يا نور السنادي ان شاء الله احنا معاك يا نور انا حبيبتك مزهود وانا والنار حبيبتك مجابا بيك المرة اللي فاتت اسقت النور و 마음 ان شاء الله وان شاء الله يا hade يا حبيبة علي سلامو لي ربنا يكليك وأشبكو على خير كليمي على كل العيلة إن شاء الله يا حبي معنا سمر ماليش أنا عجلت تلفونات للإخد ماليش معنا سمر ألو سلام عليكم إذاك يا سمر عاملة إيه الحمد لله تمام منورة الدنيا الله يفضلي الفضال يروح بس أنا كنت عايزة عرف توقعات بلبيت روزاء يعني السنة اللي جاية السنة جاية لو 2020 ما ونت عايزة ترفع 21 حصة في 2020 أطلقو في بلق العقرب ودايما يعني معلش يعني في مشاكل ديني وزيني وعلى طول يعني أنا مش عارف عنه يعني أنت جاوزاء وهو عقرب آه يعني لسا نتوز يعني باعلي أكتر من سنة وفي مشاكل ديني وزيني مش عارف عني والله يا حبيبتي ربنا يا هادلك الأمور بس بسي هو العقرب دايما يعني يعني إنتي جاوزاء إنتي جاوزاء فإنتي دايما إنتي الحنين طيب هادي العقل عصبية بس ما ينفعش العصبية مع العقرب لأن إنتو إتنين عصبيين فإنتي لازم تحاولي تهدي شوية يعني لا هو ما بيحبش أن أنا مثلا أقول له على حاجة ما بيحبش أنه مثلا يسمع كلامي فيها أو كده لو طلبت حاجة وأصدرت عليها وكده ما يرداشي جدها طيب هاقولك حاجة بقى يا نورهان بعيد عن الأبرانق طيب الرجل في العادي والطبيعي بيحب السيت المريحة السيت اللي هي بتقول آه وحاضر ونعم مش بقولك كده أن إنتي مثلا تضيع شخصيتك لا بس طول ما إنتي بتهدي الدنيا وردني معي تفضل اتنازلت عن حاجات كتير والله وانا معايا اتنازلت عن قرمتي اتنازلت عن حاجات كتير وانا معايا وبسمع كلامي وحبش أزعابي بس للأسف هو بيت ماتى يعني كل ماتى يعني مش عارفة عندي ليس صراحة يعني أنا تعبانة بجازة ربنا هدلكم الحال يا رب ويصلح حالك انت وهو بس زي ما أنا قلت كده بالراحة واحدة واحدة والأمور إن شاء الله كلها هتبقى خير ما بينكم بإذن الله شكرا يا نرهان واتمنى انت ان شاء الله تشاركينا الحلقة الجاية يا جميلة والله انت صدها طيب على فكرة غلبانة يعني دايما تحس الستات مش عارفها هي الطريقة يعني هما بتاع شكلها صغيرة كمان مو عندهمش الخبرة يعني عشان تطلبي منه حاجاتهم تعرفي تطلبيها ازاي حقيقة ما أنا جوزاء المهم إن ده فيه حيلة يعني جوزاء وعقرب يا دكتور طب ايه المشكلة جوزاء وعقرب يا دكتور يا دكتور يعني أنا أول ما بقول بسم الله الرحمن الرحيم بقول الأعرب بقول عظب الله يا إيه الاتنين يا دكتور يعني بمها يعني تخالبا لم يعيشوا مع بعضو في البيت واحدة ما بيش يعني بصي هقولك على حاجة أنا بنتي العقرب ومامتي كنت العقرب أنا مش بنتكلم كتير أوه بس فيها علاقات روحانية جميلة تحيسي إن إحنا عندنا كده يعني حاسين بيحسوا ببعض جدا على الفكر بيحسوا ببعض جدا جدا دكتورة أميرة بجد أنا مبسوطة بالحلقة معاكي النهاردة ومش عايزها تخلص بس للأسف في الكنترول بيقولي أنه وقت الحلقة خلص يعني أنا كان نفسي صعب معاكي كده فما نقول نتكلم جده فعلا الوقت معاك ما بيعديش ربناي خليكي أنا كان قصرت جدا جدا معاكي والله وأتمنى أكون وفقت في الحلقتين إحنا الحلقة الجاية إن شاء الله تبصير أحلام عشان الناس سيفتتفرق علينا بالأذن دلوائد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إحنا لدينا حلقة ثانية دكتورة عميل الله برسي ونور فيني برسي ليك يا حباب أعزا المشاهدين للأسف في وقت الحلقة خلص معاكي النهاردة استنونا إن شاء الله الأسبوع الجاية وحلقة جديدة مع برنامج كلام مهم مع مونيكا السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة